نظمت اللجنة التحضرية لإحياء الذكرى التاسعة للهبة الشعبية الحضرمية وأشهر اليوم الوطني الحضرمية العشرين من ديسمبر ذكرى استشهاد رمز حضرموت شهيد سعد بن حبريش بمقر مؤتمر حضرموت الجامع بمدينة المكلة اليوم مؤتمرا صحفيا بحضور رئيس اللجنة المقدم أحمد الجويد باقديم وأعضاء اللجنة وعدد من الشخصيات والصحفيين والإعلاميين واستعرض الناطق الرسمي باسم اللجنة سلطان التميمي الترتيبات الجارية لإشهار اليوم الوطني الحضرمي وأحياء ذكرى الهبة الحضرمية مشيرا إلى أن هذا العام سيدشن الحضارم في الداخل والمهجر احتفالهم بيومهم الوطني الذي يأتي استجابة للدعوة الشجاعة التي أطلقها حلف قبائل حضرموت في لقاء التشاوري المنعقد بالمكلة في التاسع عشر من نوفمبر الماضي